بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نبقى اليوم مع نص قرائي جديد دائما في إطار برنامج اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي مواقع المدن الإسلامية إذن عنوان هذا النص القرائي هو مواقع المدن الإسلامية منذ أوائل العصر الإسلامي كان للعوامل البيئية والمناخية أثر كبير في اختيار مواقع المدن الإسلامية فعندما طلب قادة الجيوش من عمر بن الخطاب الإذن في إنشاء مراكز ومعسكرات لسكن الجنود أقرهم على ذلك واشترط أن يكون اختيار الموقع من قبل خبراء وأن يكون على طرف البادية قريبا من الماء والمرعى ولا تفصله عن المدينة المنورة موانع طبيعية كالأنهار والجبال وبموجب هذا التوجيه تم اختيار البصرة والكوفة التي كانت من أولايات المدن الإسلامية التي أنشئت في البلاد المفتوحة كما أن اختيار موقع مدينة الفستاط جاء موافقا لتوصية عمر بن الخطاب فقد تم اختيار موقعها في مكان لا يفصله عن المدينة المنورة ماء سواء في شهور الصيف أم في شهور الشتاء كما اهتم المسلمون أيضا بالاعتبارات الصحية والمناخية عند اختيارهم لمواقع مدنهم جديدة فعند إنشاء مدينة واسط طلب الحجاج من أصحاب العلم والدراية في قضايا الصحة والزراعة والري والتجارة اختيار موقع مناسب لها وطلب منهم أن يكون المكان مرتفعا على نهر جار عذب وأن يكون مناخ المنطقة جيدا وطعامها سائغا وصار على النهج نفسه المعتصم بالله حين أراد أن ينشئ مدينة صامراء فموقعها المختار مرتفع عن مستوى سطح النهري فهي غير معرضة للغرق وهواءها طيب وأرضها واسعة تحيط بها أراضي زراعية واسعة وعدت جودة الهواء من المميزات التي أشاد بها الجغرافيون في حديثهم عن الصفات الحسنة للمدن ومنهم من دل على ذلك بأدلة عدة من المقاييس التي كانت تعتبر نافعة في معرفة طيب هواء الموقع أو فساده فقد ذكر القزويني مثلا في حديثه عن صنعاء مدللا على صحة هوائها أن اللحم يبقى بها أسبوعا لا يفسد وذكر عن طليطلة أنه من طيب ثرابها ولطافة هوائها تبقى الغلات في مطامرها سبعين سنة لا تتغير وعندما تحدث عن أصفهان ذكر أنه لطيب هوائها يبقى بها التفاح غضا سنة والحنطة لا تسوس واللحم لا يتغير ومن الروايات اللطيفة في هذا المجال أن صلاح الدين الأيوبي عندما أراد بناء قلعته في القاهرة لجأ إلى طريقة علمية لا تخلو من الطرافة بغية اختيار أفضل مكان ليصلح مناخه للإقامة فقد أمر بتعليق بهائم مذبوحة في أماكن عدة مناسبة وكلها تفي بغرضه العسكري ولكن الموضع الذي تأخر فيه فساد اللحم عن سائر المواضع الأخرى دل على أنه الجو الأنقى هواء وفيه أقيمة القلعة وعن شروط اختيار المدن بصفة عامة يشير ابن الأزرق أن ما يجب مراعاته في أوضاع المدن أصلان مهمان دفع المضار وجلب المنافع ثم يذكر أن المضار نوعان أرضية ودفعها بإدارة سياج الأسوار على المدينة ووضعها في مكان ممتنع إما على هضبة متوعرة من الجبل وإما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يتوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو ويتضاعف تحصينها والنوع الثاني من المضار سماوي ودفعه باختيار الموضع طيبة الهواء باختيار الموضع طيبة الهواء لأن ما خبث منه بركوده أو تعفن بمجاورته مياها فاسدة أو مروجا خبيثة يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه لا محالة ولا تقتصر المعالجة البيئية بالمدن الإسلامية على النواحي المناخية فقط بل تعدتها أيضا إلى نواحي صحية ويتمثل ذلك في تغذية المدن بالماء النظيف والعناية بشبكات الصرف الصحي إلى جانب الحرص على النظافة العامة للمدينة وهي كلها عناصر تتصل بالجوانب الصحية وتزداد أهميتها في المناطق ذات المناخ الحار إذن هذا النص هو للدكتور المهندس يحيى حسن وزيري من كتابه العمارة الإسلامية والتنمية وصدر هذا الكتاب ضمن سلسلة عالم المعرفة العدد 304 صدر في يونيو 2004 الصفحات من 93 إلى 102 بتصرف إذن وكما تعلمون سلسلة عالم المعرفة هي سلسلة تقافية رائقة تصدر كل شهر عن دولة الكويت دولة الكويت وهي بتمن بخص يعني تمن بسيط مقابل قيمتها المعرفية إذن هي عالم معرفة هي سلسلة كتب لا نقول مجلة وإنما هي سلسلة كتب عالم المعرفة هي سلسلة كتب إذن للذي يرغب في أن يكون مكتبة تقافية متنوعة إذن عليه باقتلاء هذه السلسلة مرة كل شهر يعني هي متوفرة مرة كل شهر يعني تقتنون عددا منها يعني وتقرأونها في وقت فراغكم يعني يعني تمانوها رمزي جدا رمزي جدا مقارنة مع المشهود المبدول فيها إذن تمانوها رمزي ونشكر دولة الكويت على هذا الإسهام الكبير في نشط التقافة العربية سواء من خلال مختلف الأعمال التي تنشرها عالم المعرفة وعالم الفكر وغيرها وكذلك من جلة العربي وغيرها من الإنتاجات التي تصدرها دولة الكويت الشقيقة مشكورة إذن الدكتور المهندس سيحي حسن وزيري هو رئيس ومدير دار الفن الإسلامي للعمارة وهو خبير في مجال العمارة الإسلامية والبيئة ومباني دوي الاحتياجات الخاصة إذن هذا الدكتور المهندس هو خبير في مجال العمارة الإسلامية بالخصوص إذن نبقى مع الشروح والإضاحات للكلمات التي ربما قد تكون قد أشكلت عليكم أقرهم على ذلك أقرهم على ذلك بمعنى واثقهم يعني الإقرار أن تقر شيئا بمعنى أن توافق عليه وتعترف به إذن أقرهم على ذلك يعني واثقهم على ذلك البصرة والكوفة البصرة والكوفة هما مدينتان عراقيتان مدينتان عراقيتان يعني ومدينتان عراقيتان وإسلاميتان يعني تم تأسيسهما في العصر الإسلامي الفستات الفستات هي مدينة مصرية عتيقة كذلك تم تأسيسها في العصر الإسلامي بداية العصر الإسلامي الفستات مدينة مصرية عتيقة بناها عمرو بن العص في موضع يسمى فستات واسط هي مدينة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف الثقافي والحجاج بن يوسف الثقافي هو قائد وخطيب عربي له خطب تدرس إلى حد الآن وربما سترون خطبة من خطبه في إحدى السنوات الدراسية إذن الحجاج هو قائد وخطيب عربي والله عبد الملك بن مروان الأموي على العراق يعني تولى على العراق سامراء هي مدينة عراقية بناها الخليفة العباسي المعتصم طليطلة هي مدينة أندلسية يعني بناها المسلمون في الأندلس وعمروها وزادوا فيها ووقعت في يدي الإسبان بعد الإبادة التي تعرض لها المسلمون والعرب عموما عندما أقول العرب عموما لأن العرب في الأندلس كان أغلبيةهم مسلمين وكان هناك أقلية ميناء اليهود إذن طليطلة هي مدينة أندلسية أصفها مدينة توجد بإيران إذن هي مدينة توجد بإيران الحنطة هي القمح الحنطة هي نوع من أنواع القمح وليس القمح هناك أنواع متعددة من القمح هناك الشوفان هناك الحنطة وهناك أنواع أخرى كلها تشبه القمح ولكن هناك اختلافات الشعير أيضا قد يشبه القمح من ناحية شكل لكن هناك اختلاف من ناحية ما ينتج عن الحبوب هناك اختلاف بالنسبة ل يعني بعد الطحن بعد الطحن يعني الخبز المنتج من الشعير أو من الحنطة أو من الشوفان هناك اختلافات تظهر هناك اختلافات ليس نفس طبعا لأنه ليس نفس نوعية القمح تأطير النص صف معالم المدينة كما تظهر في الصورة إذن ها هي الصورة هذه الصورة المرفقة للنص إذن ماذا تلاحظون إذن كما تلاحظون معالم المدينة الإسلامية يعني هناك بنايات على الهامش يعني يمكن اعتبارها البناية هذه بناية على الهامش يعني هناك الإضاءة ضعيفة وهناك بنايات يعني في الوسط وهناك بنايات في الأطراف كما أن هناك مباني عالية كما تلاحظون هناك منائر هذه منائر هذه أيضا منارة مسجد في الغالب هناك أيضا هذا القوس هذه القبة كذلك هناك مجموعة من المنازل ومجموعة من الأمور التي تدل على أننا أمام مدينة ومدينة إسلامية إذن صف معالم المدينة كما تظهر في الصورة ما الذي يدل على أنها مدينة إسلامية إذن الذي يدل على أنها مدينة إسلامية هي المنائر المساجد الصومعات الصومعات تدل على أنها مدينة إسلامية يعني كثرة الصومعات لا توجد هناك واحدة أو اثنان أكثر كما تلاحظون هناك واحد اثنان ثلاثة أربع يعني هناك دليل واضح لأنها مدينة إسلامية ما وظيفة كل مكون من مكونات هذه الصورة طبعا المنائر تكون في المساجد والوظيفة المسجد يعني هي العبادة وظيفة عبدية ووظيفة الشمعية أيضا حيث يلتقي الناس ويجتمعون في المساجد كذلك المنازل مختلف المنازل يعني وظيفتها وظيفة اجتماعية وسكنية يعني يمثل سكنا لأفراد المجتمع يعني المنازل على الأطراف واضح أنها منازل للفقراء والمنازل في الألوزة دائما تكون منازل علية القوم ومنازل الأغنية من خلال عنوان النص تنبأ بما سيتحدث عنه الكاتب إذن عنوان النص يتألف عنوان النص من ثلاث كلمات تكون فيما بينها مركبين اثنين الأول إضافي مواقع المدن والثاني وصفي المدن الإسلامية إذن يشير هذا العنوان إلى جانب من جوانب الازدهار الذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية والمتمثل في تشهيد مدن إسلامية استنادا إلى مجموعة من المعايير إذن نتوقع طبعا كما هو واضح تماما وبشكل صريح ومباشر من خلال العنوان أن النص سوف يتحدث عن مواقع المدن الإسلامية إذن مواقع المدن الإسلامية سوف يتحدث عن الحضارة الإسلامية انطلاقا من مدنها إذن يمكن أن نعزز هذا الجواب من خلال رؤية بداية النص فبداية النص نلاحظ فيها تكرار العنوان كاملا في بداية النص هناك العنوان كاملا هذا مؤشر زمني منذ أوائل عصر العصر الإسلامي يظهر لنا أن مواقع المدن الإسلامية ظهرت منذ أوائل العصر الإسلامي يعني منذ عصر الخلفاء الراشدين وهناك أيضا في نهاية النص يعني تنسجم أيضا مع العنوان لأنها تتضمن ألفات تنتمي إلى الحق المعجمي نفسه مثل لفظة المناطق والمواقع والمناخ الحار إلى آخره إذن المطلب الأخير اقرأ الجملة الأولى من النص واختبر تنبؤاتك إذن لقد قمنا بهذا العمل بالفعل منذ أوائل العصر الإسلامي كان للعوامل البيئية والمناخية أثر كبير في اختيار مواقع المدن الإسلامية إذن كان هناك تكرار لمواقع المدن كان تكرار للعنوان في بداية النص وهذا دليل على أن توقعتنا هي توقعة سليمة إذن ننطلق إلى القراءة التوجيهية ما العوامل التي تؤثر في اختيار مواقع المدن ما هي العوامل التي تؤثر في اختيار مواقع المدن إذن من خلال النص يعني بما أنكم في السنة الثالثة من التعليم الإهدادي أنصحكم بأن قبل أن تستمعوا إلى الإجابة التي أقدمها حاولوا أن تجيبوا أنتم على الأسئلة بشكل فردي يعني قوموا به على شكل تمرين لماذا؟ لأنه في الامتحان لهاية الأسنة سوف يعطاكم نص وعليكم أن تجيبوا عن الأسئلة في الغالب الأسئلة تكون إجابتها في النص وأثناء الامتحان ستكون لا لي وحدكم لن يجيب لكم أحد وبالتالي فأقوموا بهذا التمرين يعني ما العوامل التي تؤثر في اختيار مواقع المدن الإسلامية الجواب موجود في النص إذن ابحثوا في النص عن الجواب سوف تجدونه يعني سوف أبحث معكم عن الجواب في النص ما هي العوامل التي تؤثر في إنشاء المدن الإسلامية إذن كما هو واضح من النص العوامل المؤثرة في اختيار مواقع المدن الإسلامية هي العوامل البيئية والمناخية العوامل البيئية والمناخية إذن هذه هي من العوامل التي تؤثر في اختيار مواقع المدن السؤال الآخر أين هو السؤال الآخر ما الاعتبارات التي تم اعتمادها في اختيار كل من البصرة والكوفة إذن ما هي الاعتبارات التي تم اعتمادها في اختيار كل من مدينة البصرة ومدينة الكوفة إذن حاولوا البحث عن الجواب قبل أن أطيعكم عليه إذن الجواب دائما هو من خلال النص إذن ماذا كان طالب عمر بن الخطاب في إنشاء مراكز ومعسكرات لسكن الجنود أقررهم على ذلك واشترط أن يكون الموقع من قبل خبراء على أن يكون على أطراف البادية إذن الشرط الأول أن يكون على أطراف البادية قريبا من الماء والمرعى إذن قريب من الماء والمرعى لا تفصله عن المدينة المنورة التي هي كانت عاصمة دولة الخلافة الرشيدة لا تفصله عن المدينة المنورة موانع طبيعية كالأنهار والجبال لا تفصلها موانع طبيعية كالأنهار إذن أن يكون في البادية قريبا من الماء والمرعى لا تفصله عن العاصمة أي المدينة المنورة موانع طبيعية كالأنهار والجبال وبموجب هذا إذن هذه هي الشروط هذه هي الشروط هذه الاعتبارات هذه الاعتبارات التي كان ينبغي على من يبني مدينة أن يعتبر بها إذن السؤال الثالث لماذا تم اختيار موقع مدينة الفستاط في مكان لا يفصله عن المدينة المنورة ماء طوال السنة طول السنة ماء طول السنة إذن لماذا؟ لأنه تم الأخذ بالاعتبارات التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم الأخذ بالاعتبارات تم اختيار المدينة في مكان لا يفصله عن المدينة المنورة ماء طوال السنة يعني بمعنى أن الذي يمر من الفسطات إلى المدينة المنورة يمر عبر شيء بجزيرة سيناء يمر عبر سيناء ثم يدخل إلى المدينة المنورة إذن تم اعتماد الشروط الاعتبارات التي وضعها عمرو الخطاب بمعنى أن تكون في البيادية وأن لا يفصلها على المدينة المنورة لا يفصلها ماء أو جبل يعني نهر أو جبل أو بحر إذن هذا في إطار القراءة التوجيهية ننتقل أيضا إلى الأسئلة الأخرى في ما دور الاعتبارات الصحية والمناخية عند اختيار مواقع المدن ما هو دور الاعتبارات الصحية والمناخية عند اختيار المدن يعني كذلك هذا السؤال أيضا نجد إجابته في النص نجد إجابته في النص إذن كما اهتم المسلمون بالاعتبارات الصحية إذن ها هو الجواب بالاعتبارات الصحية والمناخية اعتبارات الصحية والمناخية عند اختيارهم لمواقع مدنهم جديدة فعند إنشاء مدينة واسط إذن لدينا نموذج إنشاء مدينة واسط طلب الحجاج من أصحاب العلم والدراية في قضايا الصحة والزراعة والريء والتجارة اختيار موقع مناسب لها وطلب منهم أن يكون المكان مرتفعا وعلى نهر جال عذبا وأن يكون مناخ المنطقة جيدا وطعامها سائغا وصار على النهج نفسي المعتصم بالله حين أراد أن ينشئ مدينة سامراء إذن الاعتبارات يعني اعتبارات مهمة وأساسية يعني إذن هذا جواب على هذا السؤال ما دور الاعتبارات الصحية والمناخية إذن ما دور ما دور الاعتبارات الصحية والمناخية عند اختيار مواقع المدن إذن دورها دور أساسي حيث أن الاعتبارات الصحية تأخذ في عين الاعتبار عند اختيار مواقع المدن إذن عند اختيار مواقع المدن يعني تلعب الاعتبارات الصحية والمناخية دورا هاما في اختيار مواقع المدن السؤال الآخر ما الاحتياطات التي كانت تتخذ عند اختيار مواقع المدن إذن ما هي الاحتياطات التي كانت تتخذ عند اختيار مواقع المدن إذن كما نلاحظ في النص إذن هناك مجموعة من الاحتياطات يعني الموقع المختار ينبغي أن يكون مرتفعا على مستوى سطح النار ينبغي أن يكون مرتفعا على مستوى سطح النار لكي لا تتعرض للغرق وينبغي أن يكون هواؤها طيبا وأرضها واسعة تحيط بها أراضي زراعية واسعة إذن هذه الاعتبارات التي أخذ بها الحجاش والمعتصم بالله المعتصم بالله نعم إذن ما دلالة المقاييس التي كانت تعرف بها الأحوال الجوية لمنطقة من المناطق إذن المقاييس ذكرها القزويني يعني من خلال النص لدينا هنا قول للقزويني فقد ذكر القزويني مثلا في حديثه عن صنعاء مدللا على صحة هوائها أن اللحم يبقى بها أسبوعا لا يفسد إذن اللحم يبقى بها أسبوع لا يفسد وذكر عن طليطلة أنه من طيب تربتها ولطافة هوائها تبقى الغلات في مطامرها سبعين سنة لا تتغير يبدو أن هذا فيه مبالغة سبعين سنة لا تتغير وعندما تحدث عن أصفهان ذكر أنه لطيب هوائها يبقى بها التفاح غضا سنة والحنطة لا تسوس واللحم لا يتغير إذن هذه دلالة المقاييس التي كانت تعرف بها أحوال الجو لمنطقة معينة إذن دلالتها أن يبقى فيها اللحم لا يفسد ما هو دلالة هذا الموضوع؟ دلالته مسألة صحية هذا اعتبار صحي هذا اعتبار صحي لأنه إذا كان اللحم مثلا سريع الفساد في منطقة ما ماذا يعني هذا؟ سوف يكون له أثر على الإنسان أيضا يعني الإنسان أيضا سوف يعني يتعرض للمرض ويتعرض للضعف بسبب يعني بسبب الهواء السيء يعني كما قال هنا إذن إذا كان الموضع يعني مروجا خبيثة يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه لمحالته وكذلك للإنسان يعني كذلك للإنسان يسرع المرض فيه وإذا مرض يعني يصعب شفاؤه كذلك نعم إذن ما دلالة المقاييس التي كانت تعرف بها الأحوال الجوية لمنطقة من المناطق دلالتها دلالة صحية دلالتها دلالة صحية حيث يعني يتم التجريب على اللحوم يعني التي تفسد في مدة أطول هذا دليل على أن الجو لطيف ولطف هذا الجو له أثر على أبدان الحيوان وعلى أبدان الناس ولذلك فيختار الموقع الأكثر لطفا باللحم وبالناس نعم السؤال الأخير أبرز الطريقة التي اتبع صلاح الدين الأيوبي عندما أراد بناء قلعته بالقاهرة إذا الطريقة التي نحن منطلاق أيضا من النص كل شيء موجود في النص إذا الطريقة التي اتبع صلاح الدين الأيوبي عندما أراد بناء قلعته بالقاهرة هي أنه أولا اختار مجموعة من المواقع التي تلبي غرضه العسكري اختار مجموعة من المواقع التي تلبي غرضه العسكري ثم قام بوضع في كل منطقة قام بوضع بهيمة يعني قام بوضع سقيطة بهيمة يعني وضع بهيمة مذبوحة يعني بهيمة مذبوحة وأخذوا يرون البهيمة التي سوف تفسد في أطول مدة ممكنة يعني أطول مدة البهيمة التي سيفسد لحمها ويتعفن في أطول مدة المكان الذي فسدت فيه البهيمة المذبوحة في أطول مدة هو المكان الذي اختاره لإقامة القلعق بمعنى أن هواءه لطيف وليس هواء فاسدا إذن تمنى أن أكون قد أطلت عليكم إذن نتوقف هنا وفي الحصة القادمة إن شاء الله يعني نكمل مبذينا مع قراءة تحليليات وقراءة تركيبية واستثمار إذن شكرا لحسنة تتبعكم وإلى لقاء آخر